استاذ نبيل من كفر الشيخ. ايوة اتفضل. اتفضل يا استاذ نبيل. اهلو ازاي حضرتك. فضل ونعمة. الحمد لله. رب لا يسلك لي لحضرتك يا رب. الله يعزك يا استاذ نبيل. الله يسلك يا رب. السؤال حضرتك باللعلي. اتفضل يا حبيبي. اه اللي هي والدتي ايه? اه والدتها كانت كبيرة في السن وكانت بتروح تشوفها واخوتك يعني والدتها مسنة. طيب. اه المهمة حضرتك اه لها اخوتها بيعبوا والدتها فوالدتها ماتت فشيلة يعني فلما ماتت والدتي شيلة ان هي يعني تكون مؤثرة معاها والمها ما سمحتهاش او حاجة. فهل الام ستحاسب وقد بتفرق بينهم وبين بعض وشيلة انت قصدك الام اللي هي الجدة يعني. اللي هي الجدة. اللي هي جدتك. اه هي توفع الله. طيب. فانت الوقتي بتسأل على مامتك بتسأل على مامتك ولا جدها. فانفكر ان هي اه زهرت والدتها طبعا فانا قلت لها يا ماما انت حصدك. اه. اه هتكون مشيطة يا استاذ نبيل ده انا عايزك ضروري. انا معاك معاك يا حضرتك. استاذ نبيل. اه هقول لك حاجة كده اقول لك حاجة كده بسيطة وبعدين اقول لك الحكم الشرع. لا يا والدتك دلوقتي ما والدتك عندها دلوقتي اذا كانت وصلت بعد الستين او خمسة ستين او حاجة كده. احنا دلوقتي عندنا شويتين تلاتة حاجة اسمها جلد الزات. اه. جلد الزات اللي عند والدتك ده جاي من ان الاسرة كلها سواء كان جدتك او والدتك شوية حساسين. حساسين جدا. مفروطين في الحساسية. وما اظنش انا بس خلينا اتكلم في والدتك وجدتك مش هتكلم في حضرتك. فهي دلوقتي هم حساسين جدا. فهي كل اللي هايزة تعمله احنا ماناش دعوة بالحساسية ماناش دعوة بصفات الناس. لكن اللي انا دعوة باللي احنا نعمله شرعا. اللي هي تعمله ان كو. زي ما قلنا كده النهار ده في ايه. في الحلقة بتاعتنا. ان هي كل ما تعمل عمل صالح تقول. اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح دي لوالدتي. وما لهاش دعوة بقى هي زعلتها ولا ما زعلتهاش. لكن انت بقى لما تجي تفكر عشان تعمل معادلة انسانية. تقول لها ما انت لو زعلتها هي كان بتفرق بينك وبين اخواتك. بلاش كده. خلاص جدتك دلوقتي عند الله. وارضاه مسؤون ومحفوظ. ما حدش تكلم بقى. ان هي عملته ده عند الله. بنتوقف بنمسك السنتنا اول ما حد بيموت وخاصة لو كانت من الاقربين. اول ما حد بيتوفى بنمسك لسنة خالص. ما نتكلمش في اعراض الموتة خالص. فاحنا هنمسك لسنة. والدتك مش محتاجة ان هي تجلس ذاتها. هي محتاجة ان هي تبعت هدايا لوالدتها. تبعت لها هدايا ازاي صدقات. وتدعو لها. وتطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا سيد النبيل. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم جميعا الخير والبركة. ويصرف عنهم هذا الوسواس ان شاء الله.